السلام عليكم عزيزة طلبة أسعد الله أوقاتكم سنبدأ إن شاء الله تعالى وسنكمل إن شاء الله اليوم دراسة باقي قبائل اللافقاريات واليوم سنبدأ اليوم سندرس قبيلة الرخويات وهذه بعض الأمثلة على الرخويات هما يميز قبيلة الرخويات أولا أعدادها كبيرة يصل عدد أنواعها إلى أكثر من 150 ألف نوع معظمها بحرية معظمها اللافقاريات بحرية معظمها لافقاريات بحرية ثلاثية الطبقات المولدة سبب تسميتها بالرخويات لأن أجسامها طرية وتجويفها الجسم حقيقي يمكن يكون تجويفها محاطة طبقة وسطة طبعا تسمى تجويف الجسم الحقيقي إذن الطبقة الوسطى كما نعلم التجويف الجسمي حتى يكون حقيقي يجب أن يكون محاطة من كل الجهات بالطبقة الوسطى إذن تجويفها محاطة بالطبقة الوسطى لذلك هو تجويف حقيقي الأحجام تبدأ أحجامها بعضها صغير الحجم كما الحلزون بضع مليمترات وبعضها عملاق كما هو الحال في الحبار العملاق يسطوله إلى عدة أمتار أما حركتها فتختلف حركتها حسب النوع كما تكلمنا هي ما يقارب 150 ألف نوع بعضها بطيئة كما هو الحال مع البزاق والمحار وبعضها سريع الحركة جدا كما هو الحال مع الأخ طبوت تعيش معظمها في مياه البحار وبعضها في المياه العذبة أو على اليابزة إذن هي تعيش في المياه المالحة مياه البحار والمحيطات أو المياه العذبة كما هو حال مياه البحيرات والأنهر أو بعضه يعيش على اليابزة كما هو الحال في الحلزون الخصائص العام تماثلها الجانبي التجويف كما تكلمنا حقيقي علل أجسام الرخويات تعتبر معقدة السبب لأنها ذات تجويف جسم حقيقي لأنها حقيقية التجويف الجسمي أهم أجهزتها كيف تتكاثر؟ تتكاثر غالبا جنسيا ويكون الجنس منفصل إذن هي جنسية أو هي تتكاثر جنسيا والجنس منفصل الإخصاب فيها خارجي والإخصاب في معظمها خارجي أي أن تضع الأنثى البيوض ويأتي الذكر ويلقع هذه البيوض خارج جسم الأنثى بعض أنواعها مثل الرخويات البرية تكون خنثة أي تحتوي أعضاء التذكير والتأنيث وغالبا ما يكون إخصابها داخل جسم الحيوان الجهاز العصبي لدى معظمها رأس يحتوي أعضاء الحس وعقدة عصبية أو حلقات عصبية بسيطة تمكنها من التعامل مع بعضها يحتوي على دماغ متطور كما يعتبر الأخطبط أذكى اللافقاريات على الإطلاق وله عيون شبيهة بعيون الإنسان القناة الهضمية تمتلك قناة هضمية كاملة تبدأ بالفم ومزودة بعدد من الغدد الهضمية التي تعمل وتساعد في هضم الغذاء يحتوي التجويف الفمي على عدة صفوف من الأسنان مشكلة طوقا حادا يساعد فيه كشة الطعام تسمى الطاحنات الجهاز الدوران مفتوح في معظمها ما المقصود بجهاز الدوران مفتوح ومغلق جهاز الدوران المغلق كما هو الحال في الإنسان أي أن الدم يسري في أوعية دموية ولا يخرج منها نهائيا بينما جهاز الدوران المفتوح أي أن الدم يخرج من القلب إلى الأوعية الدموية ثم يصب في الأنسجة الدم يخرج من القنوات من الأنبيب أو خلينا نقول من الأوعية الدموية ويصب في الأنسجة ثم يعود مرة أخرى إلى هذه الأوعية الدموية إذن خروج الدم من الأوعية الدموية تسمى جهاز دوران مفتوح وعدم خروج الدم وبقاه في هذه الأوعية الناقلة للدم تسمى قلب مغلق القلب طبعا جميع الرخويات جهاز مفتوحة ما عدا رأسيات القدم كما هو الحال في الأخطبوط يكون الجهاز الدوران مغلق والقلب يتكون من حجرات الصدفة يحمي معظمها صدفة خارجية من كربونات الكالوسيوم مما يعطي هذه الصدفة الصلابة والقوة اللازمة الصدفات بعضها ثناء الصدفات يمتلك بعضها صلة صدفة واحدة وبعضها صدفتين متجانستين تتحركات بمفصل كما هو الحال في المحار وبعضها يتكوى من عدد كبير من الأجزاء عدد أكثر من صدف ثمانية الصدفات كما هو بعض الأمثلة وبعضها تكون الصدفة مختزلة داخله كما هو الحال في المحار عفوا كما هو الحال في الأخطبوط والحبار تشترك الرخويات في ثلاثة ركيب رئيسية أولها الكتلة الحشوية تحتوي معظم العضاء الداخلية الجهاز الهضمي التناسل الإخراج والقلب العبات نسيج رقيق يحيط بالكتلة الحشوية ويحميها يحتوي غددا تفرز كربونات الصوديوم التي تكون الصدف وبعضها تمتلك خيشيم أو رئتين قد تساهم في تطور العباء تساهم في تطور الخيشيم والرئتين القدم عضلة بطنية تساعد في الحركة والاتساق والطعام إذن الثلاثة أعضاء الرئيسية التي تشترك فيها أغلب الرخويات الكتلة الحشوية العباء والقدم عضلة بطنية تساعد في الحركة والاتساق بالطعام العباء نسيج رقيق محاق بكتلة حشوية يحميها والكتلة الحشوية تم هي عبارة عن أغلب أعضاء الداخلية للرخويات كيف تتنفس الرخويات التي تعيش في الماء والأخرى التي تعيش في اليابسة التي تعيش في الماء تعتمد على الخيشيم تعتمد على الخيشيم وهذه الخيشيم توجد داخل تجويف العباء أما التي تعيش على اليابسة من خلال تجويف العباء الذي يكون الرئات إذن في الماءية تجويف العباء يكون الخيشيم أما في اليابسة يكون الرئات تصنف الرخويات إلى ثمان صفوف متعددة الأصداف باطنية القدم ذات المسرعين رأسية القدم صف متعددة الأصداف صف متعددة الأصداف حيوانات بحرية شكلها بيضاوي الصدفة ثمان صدفات ظهرية تحميها من الافتراس والأمواج التي تصدم بها الرأس والعينين ليس لها رأس مميز ولا تمتلك عيون قرون الاستشعار لا تمتلك قرون الاستشعار صف باطنية القدم ميزاتها أكبر صفوف الرخويات 40 ألف نوع في فلسطين تقريبا 40 ألف نوع موجودة في فلسطين حوال 150 نوع التسمية لأنها تتحرك بواسطة قدم بطنية عضلية كبيرة يمتلك مادة مخاطية تساعده على الانزلاق المعيشة معظمها بحرية وبعضها يعيش على اليابسة مثل حلزون الصدفة تمتلك صدفة بشكل مركزي فوق جسم الحلزون وتكون حلزونية الشكل أو مخروطية وبعضها معدوم الصدفة كالبزاق الرأس والعيون لها رأس يحتوي على زوج من اللوامس والأعين توجد أعلى اللوامس الخلفية الطويلة وهي حساسة للضوء لذلك تنشط ليلا قرون الاستشعار كما تكلمنا تمتلك زوجين زوج أمامي وزوج خلفية تحتوي على العيون ذات المصرعين كالمحار مثلا معظمها تعيش في المياه المالحة وقليل منها في المياه العذبة الصدفة قسمين موصولات كما تكلمنا في مفصل يؤدي إغلاقه في مفصل وهي مزودة بعضلات تؤدي عند القباض على إغلاق نصف الصدفة للحماية الحركة تعتبر بطيئة الحركة وصف راسية القدم أهم ميزاتها أقدامها تخرج من بطيقة الرأس ومن هنا جاءت التسمية تتحرك حركة سريعة القدم تحولت إلى ذراء بل به العديد من المماصات الإمساك بالفريسة والحركة والتزاوج الصدفة مختزلة داخليا كما هو الحال في الحبار أو معدومة كما هو الحال في الأخطبوط تمتلك جهاز دوراني مغلق الرأس والعيون تمتلك طبعا بها رأس مميز وتمتلك عيون واضحة أهمية وسائل الحماية الأصداف كالكونتيولوس الدفع النفاث كالحبار للهبرو بن الخطر والتمويه كما هو الحال في الأخطبوط حبر أسود أو بنية حتى سبعة الملاليين لتطلق لإرباك المهاجم وهذه مقارنة بين الحبار والأخطبوط من حيث طول الأذرعة أقصر الحبار قصيرة مقارنة مع الأخطبوط عددها عشرة في الحبار ثمانية في الأخطبوط الزعانف لا يمتلك زعنافا جانبيا لا تمتلك زعانف طول الجسم الحبار الجسم طويل مقارنة مع الأخطبوط والصدفة تحتوي صدفة مختزلة لا تمتلك أي أصداف الأخطبوط علل تتلاءم تركيب رأسية القدم وحركتها السريعة لأن جهازها الدوراني كما تكلمنا مغلق يساعد على سرعة وصول الدم إلى الخلايا كما تمتلك جهاز عصبي سريع على استجابة للمؤثرات الخارجية والآن مقارنة بين أربع الصفوف الرئيسية الصفوف الرئيسية من تعددة الأصداف باطنية القدم ذات المسرعين رأسية القدم من حيث الصدفة الرأس والأعين وقرون الاستشعار والقدم والطاحنة وجهاز الدوران والتنفس كما تلاحظ جهاز الدوران جميعها مفتوحة مع عداء رأسية القدم مغلقة هذا الجدول للمقارنة عزيز الطالب وهو نحتة في حصتنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته